اشتركوا في القناة والله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى وهو السميع المجيب أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من بيت الله الحرام ومن جوار الكعبة الشريفة نلتقي معكم في كل أسبوع في مثل هذا الموعد نتدارس فيه آيات من كتاب ربنا عز وجل القرآن العظيم نتدبر معانيها نتفكر في عبرها نستلهم من أحكامها ما فيه صلاح لنا في دنيانا يدخلنا بتوفيق الله ومعونته وتأييده ورضاه في أن نكون من المتدبرين لكتاب الله الذين استجابوا لأمر ربهم عز وجل في قوله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فنكون من المتذكرين المعتبرين المنتفعين بآيات القرآن الحكيم وما من شك ولا ريب أن الحق في هذا الكتاب لأن هذا الكتاب جاءنا من عند الحق والحق لا يقول إلا الحق جل جلاله فالحق سبحانه وتعالى هو مصدر الحقيقة ومصدر الحقانية الله جل جلاله والله لا يقول إلا الحق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا والجواب لا أحد أصدق من الله قيل ولا أحد أصدق من الله حديثا فهذا القرآن كلام الله جل جلاله الملك الحق المبين سبحانه وتعالى نقول هذا الأمر ونعرض ونشير إلى هذه القضية العظيمة وهي قضية الحقانية لأن ما بين أيدينا من الآيات المباركات بسورة آل عمران هذه السورة المدنية العظيمة ما بين أيدينا مرتبط بحقانية ذكرها القرآن وحق جاء به هذا الكتاب ولكن كانت هناك شبهة قامت لدى فئة من الناس وقع المجادلة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بينهم حول هذه الحقيقة ولبيان أهميتها وخطورتها ودورها تكلمنا في لقائنا الماضي عن الشخصية التي ارتبطت بها هذه الحقيقة فهو نبي رسول من أولي العزم من الرسل بل هو من أفضلهم إنه خليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام هذا النبي العظيم وهذا الإمام الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للناس إماما وجعله الله عز وجل إماما فلذلك هو إمام للناس منذ أن أخبره الله عز وجل بهذا فهو إمام للناس وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة وهذه قضية عظيمة وهذه حقيقة قرآنية كبرى إمامة الخليل إبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية السمحة التي أمر الله عز وجل الأنبياء من بعده أن يتبعوه فيها وبين فساد كل من يتبع غير ملة الخليل إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه فهذا الإمام العظيم خليل الله إبراهيم عليه السلام أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملته وكما قال العلماء ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين باتباع ملة أحد من الأنبياء إلا ملة أبيه إبراهيم عليه السلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فهذا أمر الله جل جلاله لخاتمة رسله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أمره باتباع ملة إبراهيم وهكذا أمر الناس باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وهذا اقتضى حتى ندخل الأمر من بابه الصحيح والسليم فننظر إلى خبر الخليل إبراهيم في القرآن فوجدنا أن خبر إبراهيم في القرآن خبر عظيم وجدنا أن ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله إبراهيم ذكر في خمس وعشرين سورة من سور القرآن وذكر في هذه السور تسع وستين مرة عليه الصلاة والسلام وتبين لنا أن الله عز وجل ذكره بأوصاف عظيمة جليلة كثيرة وقفنا مع عشرين صفة مما ذكر الله عز وجل عن نبيه ورسوله إبراهيم عليه السلام فوصف بالرشد ووصف بسلامة القلب ووصف بالحلم ووصف بالتأوه ووصف بالإنابة ووصف بالإسلام والإيمان والإحسان والصديقية والنبوة والإمامة وأنه أمة وأنه قانت وشاكر لأنعم الله والهداية والاجتباء والصلاح في الآخرة والثناء في الدنيا والخلَّة والخلَّة فهذه من الأوصاف التي ذكرت لخليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام في القرآن ووقفنا في درسٍ ووقفنا في درسٍ كامل درس الماضي ووقفنا مع آيات القرآن التي ذكرت هذه الصفات العظيمة للخليل إبراهيم عليه السلام ولذلك من قرأ القرآن وتأمل في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام أدرك وأن الله عز وجل يريد أن يجعل الخليل إبراهيم مشهوراً في العالمين لأن الله عز وجل جعله إماماً للناس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فإذن هذا جانب من جوانب الخليل إبراهيم ووقفنا معه بشيءٍ من التفصيل في درسٍ الماضي وأيضاً منح آخر في ذكر قصة الخليل في القرآن وهي قصة بناء هذا البيت العتيق ورفع قواعده وتطهير فنائه ووضع أنصاب وحدود حرمه والأذان في الناس بالحج والحج منه عليه السلام واستقبال الوفد وتعليمهم والقيام على أمر البيت هذا أيضاً جانب من جوانب ذكر الخليل في القرآن ولذلك حقيقة قصة البيت العتيق وعمارته ومرتبط به من التحريم والمناسك ودعوة الناس إلى هذا البيت فإن هذا الأمر والخبر العظيم في كتاب الله هو يمثل أيضاً منحاً من مناحي قصة الخليل إبراهيم في كتاب الله عز وجل وكذلك ثاني المساجد المسجد الأقصى فأيضاً له هذا الارتباط العظيم بالخليل إبراهيم عليه السلام وتلك الأرض المباركة ثم أيضاً جانب ثالث وهو جانب الوراثة في هذه الأرض والملك العظيم الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب والحكمة في ذرية هذا الإمام الخليل إبراهيم عليه السلام فالله عز وجل أورث ذريته الكتاب والحكمة فهذه الأمور العظيمة التي ارتبطت بالخليل إبراهيم عليه السلام فالنبوة في ذريته وإنزال الكتب من بعده في ذريته والوراثة في ذريته فإذا ذاك الأمر العظيم الجليل المرتبط بالخليل إبراهيم يجعلنا ندرك أن هذه الشخصية التي ثار الجدال والنزاع بين أهل الكتاب مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حولها قضية استحق أن نقف عندها متأملين متدبرين مدركين للحق الذي جاء به القرآن ولا شك أن الهوية في ارتباطها وفي بعدها البشر فهي مرتبطة بالنبوة والرسالة وهذا أمر واضح بالنسبة لهوية الإنسان المؤمن فالارتباط بالنبوة والارتباط بالكتاب فلذلك خليل الله إبراهيم وهو يمثل محورا رئيس في بناء هذه الهوية ولذلك كما وقفنا واستعرضنا مع رسول الأمة سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استعرضنا شيئا من خبره وسيرته وتعليمه وسنته الصحيحة المنقولة عنه رأينا كيف كان الخليل عليه السلام حاضرا في حياته هو صلى الله عليه وسلم وكيف كان يربي أمته على هذا الأمر وما هو الهدي المحمدي فيما يتعلق بالخليل إبراهيم عليه السلام فوقفنا على شيء من ذلك في درسنا الماضي فالأمة تذكر خليل الله إبراهيم في كل صباح عندما تكون مهتدي بالهدي النبوي وعندما تكون ممتثلة للسنة المحمدية فإذا بها تردد في ذلك الذكر في كل صباح ذكر الخليل إبراهيم فيصبح الإنسان ويعلن إيمانه واستسلامه لله وتصديقه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والاعتراف بملة إبراهيم عليه السلام وهذا أيضا وقفنا معه في درسنا الماضي ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي ويعلم ويستحضر وكيف كان يمتثل أمر ربه في الدفاع والذب عن خليل الله إبراهيم وما كان يرضى أن ينسب لهذا الإمام ما كان يرضى أن ينسب لهذا الإمام الباطل والبهتان والفساد ولذلك يوم فتح مكة وقبل أن يدخل الكعبة الشريفة عليه الصلاة والسلام أمر أن تغسل صورة إبراهيم من داخل الكعبة وكانت قريش قد رسمتها وهو يستقسم بالأزلام فقال قولته العظيمة التي كان فيها من العبرة والعظى والتعليم والدرس لهذه الأمة أن تكون غيورة على أنبياء الله وخصوصا على الخليل إبراهيم فقال قولته قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام وفي ما ذكره ابن القيم أنه قال قاتلهم الله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام فإذن هذا النبي الكريم الإمام صاحب الملة الحنيفية السمحة بعد أن مر معنا تلك المراحل في الحوار والجدال الذي حصل من نصارى نجران ووفدهم الذي وفد إلى المدينة وحوارهم وجدالهم مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية إلى أن كان الوقوف مع آية المباهلة ثم ثم البيان عندما لم يرضى ولم يباهل وفد نصارى نجران بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو على أتم الاستعداد للمباهلة وتبين لنا ما معنى المباهلة ثم رفضهم وقبولهم أن يدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم من مالهم على أنه لا يغزوهم وأن يبقوا على ما هم عليه وأن يبعث معهم رجلا من أصحابه أمين ليقوم في هذا الأمر وبعث معهم أبا عبيدة من الجراح رضي الله عنه وأرضاه وعندما كان هذا الوقوف منهم والذي دل على أنهم لم يتيقنوا ما قالوه وما ادعوه في حق المسيح عيسى عليه السلام ما ادعوه أنه ابن لله وعندما دعوا إلى المباهلة فإنهم أعرضوا وما تجرؤوا وهنا لما كان هذا الموقف ودل على وجود النقص الذي ظهر وتبين بأنه ما ما قالوه فهو يعطي دلال على أنه ليس محل اليقين في مقابل ما سمعوه من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم آيات القرآن الحكيم فهنا جاء الخطاب من الله العليم الحكيم الرحيم آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بهذا الخطاب الذي لو كانوا عقلاء الذي لو كانوا زهدوا في الدنيا وما تعلقت قلوبهم بها لقبلوا وأدركوا أن الأمر ليست قضية مرتبطة بالناس فقال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن نا مسلمون ثم يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون خطابهم بيا أهل الكتاب فيه إماله لنفوسهم أن يقبلوا الحق لأن لأن من نسب إلى العلم والنسبة إلى الكتاب نسبة إلى العلم ونسبة إلى الوحي وهي نسبة شريفة وتدل على مكانه فالخطاب أن اليهود والنصارى تجادلوا وتخاصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهم يقول أن إبراهيم منتسب إلى ديانته فقالت اليهود إبراهيم يهوديا وقالت النصارى إبراهيم نصرانيا وذكر بعض علماء التفسير أن هذا الأمر أيضا قالوه في مقابل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم من أن إبراهيم كان مسلم فلذلك نازعوه في هذا الأمر نازعوه في هذا الأمر ولذلك مما ذكر أيضا علماء السير أن كعب بن الأشرف وأبا ياسر وأبا الحقيق ونصارى نجران يقولون إبراهيم أولى بنا والأنبياء منا كانوا على ديننا وما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذ النصارى عيسى ربا وكما اتخذ اليهود عزير ابن الله يعني يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ الله فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فالقضية الأهم هي هذه الكلمة السواء كلمة التوحيد كلمة الإيمان الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ثم يقول الله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هنا وقف العلماء وتأملوا في هذا الرد الذي يزيل الشبهة ويبطلها الذي يزيل الشبهة ويبطلها فتدبر علماء التفسير هذه الآية فقالوا الله عز وجل يخبر أنكم يا أهل الكتاب اليهود تقولون أن إبراهيم مكان كان يهودية فهل وأن كتابكم الذي هو التوراة نزل على موسى عليه السلام فهل التوراة التي نزلت على موسى نزلت قبل الخليل إبراهيم أو بعد وفاته بقرون فإن التاريخ اليقيني على أن ما بين موسى والخليل إبراهيم قرون قرون قدرت بأكثر من ألف سنة بل من المؤرخين من قال قدرها بألفي عام إذن التوراة نزلت بعد وفاة الخليل إبراهيم بقرون وأنكم تقولون أن اليهودية ابتدأت مع التوراة فكيف يكون الخليل إبراهيم يهودية فلذلك هذا ما ذكره الله وما أنزلت التوراة ذكر الكتاب لأنهم يقولون أن هذا الكتاب هو الذي به تسموا بهذا لسل فإن كان كذلك فالخليل إبراهيم قد مات قبل نزول الكتاب بقرون وهل كل من قبله كانوا يهودا وكذلك النصارى وأمرهم أعظم إذ ما بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام قرون قدرت بألفي عام وأكثر والكتاب والكتاب نزل على عيسى عليه السلام هو الإنجيل فالذين يقولون أن إبراهيم نصرانيا كيف يكون ذلك وأن هذا الإسم إنما حصل لهم بهذا الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام فكيف يكون إبراهيم نصرانيا والكتاب الذي كان كما ذكروا أنه سبب تسميتهم بهذا الإسم بينه وبين إبراهيم قرون لذلك يقول الله عز وجل أفلا تعقلون هل عدم العقل عندكم حتى تقول هذه الدعوة والأمر بهذا الظهور والبيان والوضوح هذا جانب ومن العلماء من قال قالوا النبي يبعث إما أن يكون مقررا لما نزل على نبي قبله فهو يجدد ذلك ويدعو إليه قومه ويعمل به فإن كان هذا حاله فمن الذي ينتمي للآخر اللاحق ينتمي للسابق أو السابق ينتمي لللاحق الجواب أن اللاحق ينتمي للسابق لأن دوره دور التأقرير والدعوة لما نزل على نبي من قبله وإما أن يكون بعث بشرع جديد فعندها لا يكون السابق منتم لللاحق لأن له شرعه الذي أنزله الله عليه وكذلك المتأخر فأنتم بين أمرين وفي كل الحالتين فلو كان ما جاء به موسى عليه السلام من التشريع هو الذي جاء به خليل الله إبراهيم فيكون نسبة اللاحق للسابق للعكس وهذا مما يدركه صاحب العقل وإن كان جاء بشرع جديد فإذا لا ينسب اللاحق السابق لشرع جاء بعده وهو قد مات ولم يعمل به فإذا هذا أيضا فهم لبعض العلماء في بيان المراد في هذه الآية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ومن العلماء من قال أنكم أنتم جئتم بدعوى فاسدة وربط بها اليهودية والنصرانية فربطت اليهودية بالمعنى الفاسد الذي الذي هو عزير بن الله وربطت النصرانية بمعنى فاسد الذي هو المسيح بن الله أو هو الله على الخلافة الذي بينه فلو فلو سلّم جدلاً بدعواكم فهل كان عزير موجود زمن الخليل إبراهيم فيكون الخليل إبراهيم يهودياً مثلكم في هذا الباب وهل كان عيسى عليه السلام موجود زمن الخليل إبراهيم فيكون مثلكم في النصرانية فإذا تبين أن ذلك لم يكن فكيف تقبل عقولكم هذه الدعوة وكيف تنطق بها ألسنتكم راضح إذن هذه ثلاثة معاني عظيمة يستنبطها العلماء من خلال ما ذكره الله عز وجل هنا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفلا تعقلون فإذن هذا أمر ثم أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن إبراهيم عليه السلام كان مسلما ولم يخبر في التوراة ولا في الإنجيل أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا وفي القرآن الكريم برأ الرب جل جلاله خليله إبراهيم من الانتماء لليهودية أو النصرانية فقال فقال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فإذا تأملنا في ذلك كل أدركنا أدركنا بكل وضوح تلك الدعوة الباطلة من مما ادعاه اليهود أو النصارى من أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فالله عز وجل يقول ذلك غير الحق وأن هذا ليس بحق أن ما قالوه ليس بحق أن ما قالوه ليس بحق فلذلك نفاه الله عز وجل عن خليله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وأثبت له الحنيفية والإسلام ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان من المشركين فإذن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بيّن أن محاجة أهل الكتاب فيما يتعلق بإبراهيم ونسبته إلى اليهودية والنصرانية فهو أمر خالف الحقيقة وأما الحقيقة فهي أنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وأبطل تلك الشبهة بهذا البيان العظيم أن التوراة والإنجيل إنما نزلت من بعده وكيف تكون هذه الحقيقة التاريخية وهذا السرد التاريخي هو الطريق لإبطال الحجة تبين لنا هذا الأمر من خلال ثلاثة أجوبة من خلال ثلاثة أجوبة من خلال ثلاثة أجوبة تبين لنا هذا الأمر ثم يقول الله عز وجل أفلا تعقلون أحال أمر الفهم إلى قضية العقل لأنه هو الجهة الموكل بها إدراك هذه الأمور والمناط بها الوعي بهذه الأمور عرضت وهنا من لطائف العلماء ذكروا أن هذه الآية فيها حث على علم التأريخ وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة أنه كثير لرد كثير من الأقوال الباطلة التي تخالف ما علم من التاريخ أرث ولذلك قضية التأريخ خضية مهمة ومن أكبر أدوات إبليس في تفريق الناس تزوير التأريخ تزوير التأريخ فلذلك هذا مكر يمكر به إبليس للناس فلذلك الآية فيها هذه الإشارة إلى هذا العلم العظيم الذي هو علم التأريخ ورأينا كيف أن بمعرفة التسلسل الزمني لنزول الكتب ولبعثة الرسل كان طريقا لإزالة هذه الشبهة وإنهائها بقضية السرد التأريخي السرد التأريخي فعندما أدركنا أن الخليل إبراهيم كان سابقا لموسى عليه السلام وسابقا لعيسى عليه السلام وأن صحف إبراهيم كان نزولها سابق لنزول التورة وكان سابق لنزول الإنجيل فتبين بالإدراك البدهي أن اللاحقة ينسب للسابق للعكس أن اللاحقة ينسب للسابق للعكس وأن من يدعي أن السابق هو الذي ينسب لللاحق فهذا أمر لا يقبله العقل السليم لا يقبله العقل السليم فلذلك قال الله أفلا تعقلون ثم يقول الله جل جلاله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم الخطاب لمن لي يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاججتم جادلتم فيما فيما لكم به علم قال العلماء فيما لكم به علم أي فيما هو من اختصاص الكتاب الذي نزل على أنبيائكم إن قلنا اليهود على موسى عليه السلام وهو التوراة وإن قلنا النصارى فالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم جادلتم في شأن عيسى عليه السلام وادعيتم أن هذا بما في الكتاب الذي بين أيديكم والأصل في الكتاب المنزل من عند الله أنه علم وهدى لأنه من عند الله عز وجل العليم الحكيم الهادي جل جلاله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم أي فيما هو من اختصاص كتبكم مع ما أحدثوه من التحريف والتبديل والتغيير فيها كما ذكر الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة عن تحريف بني إسرائيل ل كتابهم ووقفنا مع ذلك آيات ووقفات في سورة البقرة وقيل حاججتم فيما لكم به علم في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان وأيضا المذكور والموصوف في كتبكم الموصوف في كتبكم فأنتم حاججتم في أمر أنبيائكم وحاججتم في أمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام وأنكم تدعون هذه الدعوة التي ليس لها وجود في كتبكم فهذا محل إشكال فهذا محل إشكال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم هنا حقيقة القضية التي أفهمها والتي نقف معها موقف التأمل والتدبر وهو نسبة العلم إلى الكتب التي جاءت من عند الله كونه كتاب من عند الله فالأصل أنه كتاب علم وفيه العلم وفيه العلم وأن من طلب ذلك في الكتب السماوية فقد تحصل على العلم فإذا حصل التحريف كما حصل في التوراة والإنجيل فيصبح باعتبار أنه باعتبار الكتاب الذي جاء من عند الله فهو مصدر للعلم وباعتبار التحريف فالتحريف ليس مصدرا للعلم وهنا المراد أن الله عز وجل كما قلنا بعد أن ظهر منهم ما دل على عدم اليقينية بأقوالهم حيث لم يقبلوا المباهلة في مقابل قبول النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة دل على ضعف ما ذكروا من الشبى والله عز وجل وهو العليم الحكيم الرحيم بهذا الخطاب أراد أن تميل قلوبهم للحق وأن يقبلوا الحق فقال لهم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم قلتم وزعمتم أن ما ذكرتموه في حق أنبيائكم هو مما هو موجود في كتبكم فلماذا تذكرون ما ليس موجودا في كتبكم من أن إبراهيم يهوديا أو نصرانيا فليس موجود عندكم يا أهل التوراة أن إبراهيم يهودية ولا موجود عندكم يا أهل الإنجيل أن إبراهيم نصرانيا فلماذا تحاجون فيما ليس لكم به علم تذكرون شيئا ظالم في التاريخ وتدعون شيئا ليس موجودا في كتبكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وهذا يعطي دلالة على أن المحاجة بعلم مقبولة وكذلك قال الله عز وجل لرسوله وجادلهم بالتي هي أحسن لأن جداله صلى الله عليه وسلم على علم فلذلك الجدال بعلم مشروع أما الجدال بغير علم فليس بمشروع بل ممنوع فقال الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلم وهذا التعقيب فيه فوائد عظيم أولها دعوتهم إلى الرجوع إلى الحق وقبوله حيث تبين أن ما قالوه ليس له مستند إلى الكتاب الذي بين أيديهم وهم يقولون هذا كتاب الله فليس هو موجود لا يوجد ما ذكروه ليس موجود في كتابه فإذن ينبغي أن يتراجعوا عنه هذا تذكير أن يترك الباطل وأن يعودوا إلى الحق واضح فإذن هذه الفائدة الأولى وهي فائدة دعوتهم لترك الباطل ولقبول الحق ترك الباطل حيث ادعوا شيئا ليس موجودا في كتبه والرجوع إلى الحق الذي ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية أن القول على الله بغير علم والتزوير في التأريخ وخصوصا المتعلق بتأريخ الأنبياء وخصوصا بمن إمامتهم باقية خليل الله إبراهيم فإن هذا من أعظم الفراء والافتراء ففي قوله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذن هو يتضمن أن الله عز وجل العليم الحكيم علم بما قالوا وعلم بأنه ليس له أصل في كتبهم وأنه جل جلاله سيحصي ذلك عليهم ويحاسبهم عليه إذن هذه ثانية والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيضا فيه في هذا التعقيب فائدة بأن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق وهو العلم بما كان والعلم بما هو كائن والعلم بما سيكون والعلم بالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون فالله عز وجل علمه محيط جل جلاله والله يعلم وأنتم لا تعلمون وهذا فيه استحضار معنى الرقابة ومعية الله معية الجلال والعظم معية العلم والإحاطة وهذا كم سيؤثر على الإنسان وهذا هو الواعظ الأكبر للإنسان أن يعود إلى الحق أن يعود إلى الحق وأيضا الأمر الجلي الواضح وهو أن الإنسان يطلب العلم من الوحي وهو ما جاء من عند الله وليس على ظهر الأرض مما هو من الوحي الذي جاء من عند الله وباق على صورته التي نزل بها إلا هذا القرآن العظيم الذي تكفل الله عز وجل بحفظه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فإذن هذا الأمر فيه توبيخ وفيه تحذير وفيه دعوة فالتوبيخ مما فعلوه واقترفوه والتحذير من العقوبة فعليهم أن يتوبوا أن يعودوا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم يقول الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فالله عز وجل برأ خليله من هذه النسبة اليهودية أو النصرانية وأبقى له تلك النسبة وهي الحنيفية والإسلام الحنيفية والإسلام وهي التي وصى بها خليل الله إبراهيم ذريته من بعده وصى بها ذريته من بعده كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإذا من وصى من بعده بذلك أليس هو كان كذلك أليس هو كان كذلك فالله عز وجل ذكر عن خليله إبراهيم أنه كان حنيفا مسلما وأنه وصى بنيه من بعده بذلك وأن بنيه كانوا على ذلك فيعقوب عليه السلام والأصبار كذلك كانوا على الإسلام وعلى ملة إبراهيم عليه السلام والله عز وجل قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم إذن هذا خليل الله إبراهيم فهو حنيف مسلم بنص القرآن وهذا هو خليل الله إبراهيم وصى ذريته أن يكونوا حنفاء مسلمين وأن ذريته وصوا أيضا أولادهم بذلك وهذا ما ذكره الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإذن هذا إخبار عن إسحاق وعن يعقوب وعن الأسباب أنهم كانوا على ذلك أنهم كانوا على ذلك وكذلك أخبر الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام وهو الفرع الثاني لإبراهيم فذكر الله سبحانه وتعالى في حال رفع الخليل إبراهيم قواعد البيت قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إذن هذا إخبار أيضا بهذه النسبة للخليل إبراهيم ولفرعه الثاني إسماعيل عليه السلام فإذن الفرع الأول الذي المنحدر من إسحاق ثم يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام ثم من بعده الأسباط فجاء القرآن مقررا أنهم كانوا على ملة أبيهم إبراهيم وأنهم كانوا مسلمين ثم الفرع الثاني وهو إسماعيل عليه السلام فجاء القرآن أيضا مخبرا بذلك قال الله عز وجل أيضا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إذن هذه الملة الحنيفية كان عليها فرعي إبراهيم إسحاق وإسماعيل وكذلك فرعي إسحاق يعقوب ثم الأسباط فكانوا على هذا الأمر وهذا مما تقرر في كتاب الله عز وجل في كتاب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هنا ينفي عن خليله إبراهيم أنه لم يكن يهودية ولم يكن نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فلما كان هذا الإخبار من الله جل جلاله عن خليله إبراهيم ثم الحال الذي عليه أمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا التقرير فمن سيكون أولى الناس بإبراهيم هذا ما نقف عليه بإذن الله في آية الدرس القادم بمشيئة الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين